تشكلت النوات الأولى لصناع الأسنان المغاربة بالمدن من مغاربة عمل تحت إشراف أطباء أسنان أجانب خلال الحقبة الاستعمارية بعد مغادرتهم تولوا الإشراف على المهنة إلى جانب أطباء تخرجوا من كلية طب بأوروبا واستمر هذا الوضع لحقبة طويلة إلى أن تم تدشين شعبة طب الأسنان بكلية الطب بالبيضاء وهنا بدأت انطلاقة أطباء الأسنان المغاربة صالح المركب الأسنان موجود تقريبا من أكثر من 8 العقود ولكن بدأت تنظيم هذه المهنة في 1978 حيث بدأت تأسيس دي الأول جامعة وطنية في 1979 بأقادير ومن ذلك الأهد الآن تقدمنا بعيدة اقتراحات للجهات المسؤولة لكي ندمر القطاع فعلا هم من سنين و سنين هم اللي كيشتغلوا للناس وممكن قبل من أطباء الأسنان ولكن اللي خاص ناس يعرفوه وأنهم مقرأوش يعني القرأة اللي قيناحنا يعني معلوماتهم محدودة بنسبة لطب الأسنان وبنسبة لكل تدعية جاله والنتائج جاله والمخاطر والاحتياطات اللي يجب أن أخذوها ممكن مع الخبرة يقدر يكون يعني كخبرة يعني عماله مثلا في القلع لهذا غيكون يعني جيد ولكن مخاطر داله أكثر وصل الخلاف بين أطباء وصناع الأسنان إلى ذروته في الأيام الأخيرة فالأطباء يدعون إلى استئصال صناع لأنهم متطفلون على الميدان حسب قولهم ويتسببون في أمراض خطيرة للمواطنين في حين يتمسك الصناع بالقول إنهم الأصل وأنهم مصباقون إلى الميدان ولازلنا على هذا شكولي تراما هو اللي جاعد من بعد طابب الأسنان وتراما هذا متفق عليه لأن هذا ربما تراما على المهنة وحتى نحن ضد المتطفلين على المهنة وضد الناس اللي هما يعني ما كيتقنوش للعامل ديالهم لأن نحن مؤمنين بأنها الأمراض مجنودة مؤمنين بأن مسائل الصحية يعني أهم شيء هو صحة المواطن لأننا نحن نخدمه منذ قديم ونحن نخدمه لصالح صحة المواطن الثاني مركب أسنان نخدم عائلات يعني منتشر عبر ربع المملكة 70% في المناطق الحضرية و100% في المناطق القروية يعني لا قلن نمشي هذه الصالحة المركب أسنان فين نمشي هذه المواطنين إعادة الهيكلات وكذا النقائص التي ما يزال يعرفها هذا القطاع والتي تنعكس بشكل كبير على صحة المواطنين أصبح ضرورة مرحة فصحة الفم والأسنان لها دور هام وتأثير على الصحة العامة للجسم ترجمة نانسي قنقر